السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معكم شادي عبدون بوينت ريدر جروب مع درس تعليمي جديد ان شاء الله النهاردة هنتعرف على كيفية آآ فتح الحساب التجريبي عن طريق منصة التداول اللي هي ويب تريدر الموجودة على موقع الشركة آآ في البداية خالص تعال نعرف مميزات ايه اولا هي موجودة على المتصفح بتاعك موجودة في موقع شركة على المتصفح بتاعك فانت هتفتح موقع الشركة هتلاقي فوق كده او لو دخلت النسخة العربي هتلاقي اللي هي بالعربي اهي ولو ضغطت عليها هتدخلك مباشرة على المتصفح الخاص بالمنصة بدون تثبيت بدون تحميل اي شيء على طول بشكل مباشر تدخل على المنصة ممكن تفتح حساب شخص تجريبي من بداية خالص او تسجيل الدخول الى حساب موجود فاهم مميزات المنصة الموجودة على على اللي هي مش محتاج انك تعمل دا والنود لحاجة الكلام ده كله بيتم في الثواني تدخل تعمل لوجن وبشكل مباشر تقدر انك انت تشتغل انا هنا هفتح حسابي هدخل على تسجيل الدخول هكتب البيانات بتاعت الحساب بتاعي الوزر والباسورد انه ده الباسورد بتاعي اهو وبعدين هعمل اضغط على تسجيل الدخول بمجرد ما بضغط على تسجيل الدخول خلاص كده دي المنصة شغالة قدامي شاشة الاسعار اهي المخطط اللي هو الرسوم البيانية كل حاجة موجودة اقدر ان انا ازوم انا ازوم اوت اه اه من هنا حتى اقدر ان انا اقل شوية اكتر شوية عارب راحتي هنا دراسيت بتاعي والا والبوزيشنز بتاعتي تعال هنا مسلا لو عايز افتح جيدة على اليورو دولار اهو اضغط على التجارة وهنا اقدر ان اختار حجم العقد اللي انا عايزه من هنا صفر فاصلة صفر واحد اللي هو العقد المايكرو خلينا مسلا نختار اه صفر فاصلة خمسين اللي هو خمس عقود ميني واعمل شيرة مسلا خلاص الامر تنفذ في ثواني اجي هنا على التجارة هلاقي البوزيشن مفتوح متاعي ممكن اضغط عليه كده اعمل اغلاق للملكز هعمل هنا مسلا ايه اه خلي مفتوح ما فيش مشكلة الغاء وارجع احنا تاني حليق شاشة الاسعار قدامي في الاسعار هنا وده المقطط زي ما قلت وده هنا التجارة دول اهم حاجات انت هتحتاجهم الاسعار هنا لو انا مسلا عايز اضيف الدهب على سبيل المثال مسلا يعني اي حاجة انا عايزها هاضغط على العلامة دي كده واشوف الرمز اللي انا عايزه مسلا الدهب هو جولد اهو جولد هيظهر لي اي حاجة فيها دهب جولد اه اللي هو مقابل الدهب مقابل الدولار او اه مسلا مقابل اليورو ما الى زالك هاضيف انا اه دي اه الدهب اهو اضفته تحت ممكن افتح الاسم بيعاني بتاعه اهو فيش مشكلة المخطط التجارة عايز المخطط اشوف الرسم بيعاني بتاعه ده التشارت يعني وهنا اقدر ان انا ببساطة شريدة ان انا اتعامل عليه اه اشوف السوق طالع او نازل هنا في اللي انا عايزها عايز مسلا اختار آآ فترة زمنية مختلفة تمام الخارج الثلاثين دقيقة مسلا فهنا ما اتخلق للرسم البياني اهو اي حاجة انت عايز تضفها على الرسم البياني هتبقى من العلامة الالم دي تمام اه عايز مسلا رسم البياني العمدة او الشموع اليابانية او رسم بين الخطي حاجة من التداول او عايز ازهرها عايز اخفيها آآ خطة سعر الطلب الفترة اللي انا شغال عليها كام دا كله ممكن حتى غير الالوان من هنا اختار الالوان المناسبة ليا آآ فاذن الحاجات دي كلها مهمة جدا موجودة في المنصة هنا برضو من من اللي هو الاف ده آآ هلاقي في مؤشرات ممكن اضيف مؤشرات اللي انا عايزها ما فيهاش اي مشكلة خالص هتلاقي اغلب المؤشرات اللي هي موجودة بتهم المتداول هتلاقيها موجودة هنا زي مسلا على سبيل المسال مؤشر استوكاستيك اوزوليتر اغير الاعداد بتاعته عادي واعمل اضافة اهو تمام هنا اضيف انا هنا طبعا كنت باختار الخطي فانا الرسم بين الخطي فانا انا اغيره الى الشموع اليابانية اهو هنا اضفت الكلام دا كله ببساطة وكلام دا كله بيتم في ثواني ارجع تاني للتجارة هلاقي هنا ايه ادي بتاعي مفتوح ممكن زي ما قلت اقفله اعدل عليه ممكن اعمل تعديل عليه مسلا اقفل اه مسلا اه اجزع منه زي ما انا عايز يعني الموضوع هيرجع لي انا اه ممكن اقفل نفسه اهو اغلاق المركز المفتوح طبعا دا احسب دي مفعن اه ممكن نقفل براحتنا عادي انا فيش مشكلة اهو من هنا ممكن نقفل الكمية اللي انا عايز اهو اقفله كله فيش مشكلة خالص اهو اتقفل كله وهنا رصيد بتاعي اه رصيد قنوة رأس المال اللي هي الاكوتي وهنا الهامش الحر اللي هو الفري مارجن اللي بيقى معي بعد ما ادخل الصفقة ام بس كده اتمنى يكون الشرحة واضح الويب تريدر مهمة جدا بتوفر عليك وقت بتوفر عليك مجهود آآ بتوفر عليك انك تثبت المنصة على الجهاز بتاعك كلام ده كله على الويب مش محتاجة بتعمل حاجة ايا كان الدفايس اللي انت بتستخدمه سواء اندرويد سواء مسلا من ايفون او حتى لو على من لابتوب بتاعك بتقدر تفتحها وهي تقريبا نفس الشكل مع مع اختلاف الترتيب بس حسب الدفايس اللي انت شغل عليه بس كده اتمنى يكون الشرحة واضح وشكرا لكم على متابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته